الحمد لله دلوقتي معايا مدخلة من الأستاذ محمد عبدالله الكاتب الصحفي بالأهرام ومقدم برنامج كل الكلام بمناسبة كل يوم ونقول له مسائل خير مسائل خير محمد بي خير أهلا وسهلا أنا عايز أقول لك أنا من متابعيك وبرنامج مميز وبقوله على الهوى يوم الحد الساعة خمسة على الفضايا المصرية برنامج قوي جدا جدا ولما بشوفه واسمح لأقول وأعذرني يعني أنا ما بسدقش واعتبرني كمشاهد من المشاهدين إن الكلام ده طالع بنقول بقى عشان دي عنوان الحالة من تلفزيون للدولة القوة دي انت جيبها منين يا رئيس ألو محمد بيه بتلاقيك بيتكلم الموبايل أو حاجة غير مكانه بس محمد لو سمعني غير مكانك بس أه غير مكانك بس أه الشابة كم؟ أنا عايزة يا سيدا يا أستاذ محمود لأنه أنا جدا باقي كبير مش خطوش تمام وبشكرك جدا يا أستاذ ربير على المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتها دي لأنه يعني دي شهادة من إعلام كبير وخطوش فأنا متشكر جدا لحضرتك أه حضرتك معانا أستاذ محمود عبد السلام وعيد الإعلاميين وكل سنة وانت طيب وحضرتك إعلامي من الأعلام أه أه فرصة وحضرتك معانا النهاردة أنا كنت بقول يعني أنا معرفش حاجة تعملينها مداخلة وبشكرك عليها أن تلفزيون الدولة آآ ما بيقولش كل حاجة والمشاهد آآ آآ يعني لا يصدقوا بعض الشيء البرنامج بتاع حضرتك أنا بكلمك بأمانة إزاي بيعدي كده وانت بتقول كلام في الصميم والله أنا بقول الحقيقة اللي المواطن عرفها وبيبقى عايز يسمعها من تلفزيونه لأنه إحنا مفهوم تلفزيون الدولة عندنا برضو محتاج شوية توضيح يعني هل هو تلفزيون الدولة بمعنى تلفزيون الحكومة ولا تلفزيون الدولة بمعنى تلفزيون الشعب بالزبط طب لو إحنا بنتعامل معها لأنه تلفزيون الشعب فده لازم يبقى صوت الشعب وصورة الشعب فالكلام اللي أنا بقوله دايماً في برنامج بيبقى نبض الناس اللي هي بتقوله بس هاي المشكلة فإنك تقوله إمتى وتقوله إزاي يعني يعني دايماً الرهان عند الناس اللي بتشتغل في التلفزيون الرسمي خلينا نقول التلفزيون الرسمي الرهان عند الناس اللي بتشتغل في التلفزيون الرسمي بيبقى على كيفية اختيار الموضعات واختيار الأسلوب اللي يقدموا به الموضعات علشان الرسالة توصل فأنا الحقيقة على مدار الفترة اللي أنا اشتغلتها في الفضائية المصرية وكان في بداياتها كان أستاذ محمود عبد السلام هو رئيس الفضائية يعني لم يحدث على الإطلاق أنه اتوجه لي ملاحظة أو لي ما تتكلمش في الموضوع الفلاني أو تكلم في الموضوع الفلاني خالص يعني هما في النهاية الناس بيشوفوك أنت بتقول إيه وبتقوله إزاي أيه مصبوط فهي دي الفكرة يعني وأنا من خلال البرنامج يعني ناقشة قضايا كانت بعض القنوات غير الرسمية يمكن ما تقدرش تتكلم فيها بنفس الوضوح اللي أنا كنت بتكلم بيه يعني حقيقة حقيقة عايز أقولك أن أي رئيس قناة لما بيتولى مسؤولية بيبقى حلمه أنه هو يبقى عنده مجموعة من البرامج يقدر يراهن عليها أن هي يعني بتكتسب قدر جبير من عدد المشاهدين يعني أو تلقى القبول عند المشاهد أستاذ محمد عبدالله أنت عرف أنه هو رئيس تحرير مجالة الشباب واحد من أهم الصحفيين بالأهرام تمام لما التقينا والتقينا في مكتب أستاذ مجلي لاشين رئيس القطاع وقتها وعرض الفكرة أنا حسيت أن هذا الرجل يملك شيء لا يملكه الآخرين كمان وفعلا رهننا أنا وهو على البرنامج وإنتاجنا للبرنامج حقق نجاح منقطع النظير وقتها وكان عنده قدرة على أنه يقول كل شيء بدون أن يجرح أي حد لكن كان بيتكلم في كل المواضيع بوضوح وبقوة بصراحة زي ما أنت وصفت زي بوضوح جدا معلش أستاذ محمد ثانية واحدة وحضرتك رئيس قناة وقتها بيني وبينك ما خفتش؟ هو في مرة واحدة بس تناقشت أنا وهو حوالي موضوع كان يخص شخصية كبيرة في الدولة وقال لي طب ما تيجي تراهن ما تراهن أنت عليا ما تقال لي أنت ما تراهن عليا أنه إحنا ما ندقى يعني ما تراهن عليا شفني هعمل إيه طلو خلاص وأنا عارف أن رهاني هيبقى كسبان بإذن الله وطلع وكان رائع وكان جميل وعايز أقول لك أن أنا عندي البيت في البيت عندي ولادي والمدام وإخواتي والعيلة كلها من العشقين لهذا البرنامج حضرتك البيت وإخواته وكله من العشقين لهذا البرنامج وأنا عارف أن أستاذ محمد عبدالله زاكرة حديدية مش لا يكلام أقوله بعد الكلام اللي هو قاله والله لا استنى بقى خدت على هنا أحكي لي عن الموقف وفطفض اللي طلع أنت عملت برنامج إيه والشخصية مين ده طلع الهوى يا رئيس تفضل لا بص هو يعني ما كانش موقف واحد وما كانتش شخصية واحدة إنما كل الشخصيات اللي ممكن تتوقعها وكل الشخصيات اللي ممكن تيجي في بالك أحكي لي على موقف واحد نتكلم بكل وضوح إلا أنا أقدر أقوله وأنا على الهوى في الفضائية المصرية ممكن مقدرش أقوله وأنا في مدخلة معاك دلوقتي لأنه وأنا على الهوى في الفضائية المصرية أنا بتحمل مسؤولية كل كلمة أنا متحمل كل كلمة يا رئيس قد بالك أنت مسل الأعلى أستاذ محمد عبد الله وأنا بقوله على الهوى حضرتك مسل من الأمن يعني أنا بنظر لك كده فوق يعني أنا بتحمل ودايما أنا عندي كلام كان معايا الأستاذ المخرج الكبير وأستاذ جمال عبد الحميد وبعيدها تاني وكنا بنتكلم عن هيمنة السينيرجي معلش أنا عايز أقوله وكنت قلت أنا الكلام دوت بتكلمه على رغبير الزردوئي أنا اللي بقوله بعد إذن حضرتك قوله لو أمكن مش أمكن خرص يعني ما سمعتش سؤال تاني معلش حضرتك قول الموقف على مسؤولية الشخصية لا هو الموقف أنه كان فيه مرة من المرات كنا في زيارة مع السيد الرئيس الجمهورية في افتاح مشروع من المشروعات وكان بيكلم عنه يعني فأنا كان عندي رسالة عايز أقولها للدولة وعايز أقولها للسيد الرئيس الجمهورية شخصيا وما كانش ينفع في القناة إحنا كنا موجودين فيه نعم شكل مباشر فأقولتها في البرنامج على هذا إنه ملخصها يعني إنه الدولة التي لا تهتم بصحفتها القومية تصبح بلا رؤية والدولة التي لا تهتم بتلفزيونها الرسمي تصبح بلا صورة والدولة التي لا تهتم بإزعادها الرسمية تصبح بلا صوت فعشان كده يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بالتلفزيون الرسمي لأنه في النهاية يعني أنا سمعت مدخلة الإعلامية الكبيرة الأستاذ حنان منصور وهي بتقولك إنه المصدقية دايما بتبقى عند التلفزيون الرسمي أعرف حضرتك لما تبقى في أي مكان في العالم لو أنت مسافر برا في أي حتة في العالم وتسمع أن فيه خبر حصل في مصر أنت كنت بتقول من شوية يا أستاذ روبير للأستاذ محمود عبد السلام أنك أنت شخصيا لما تمسك الريموت ما بتروحش على التلفزيون المصري أو على التلفزيون الرسمي لكن لو أنت برا سمعت أن فيه أي حاجة حصلت في مصر أول حاجة هتعملها أنك حتدور على قناة رسمية من قنوات التلفزيون المصري عشان تتأكد من صحة القبر وعشان تتطمن على مصر صح صح عشان كده الإعلام المصري الرسمي ده هو الغطاء الذهبي لأي إعلام خاص ممكن يبقى موجود في الميديا كلها خلي فيه قنوات خاصة مليون قناة لكن هذه القنوات الخاصة ملهاش غطى ذهبي يضمن وجودها ويضمن استمرارها إلا الإعلام خاصة المصري ممثلا فيه قنوات مسبير وتحديدا الإعلام الكبير والأستاذ محمد عبدالله مقدم برنامج كل الكلام انت عايز حلقات عشان نتكلم فيها كل الكلام معاك بشكر حضرتك وكل سنة انت طيب ومناسبة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا